وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية سواء من الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء لا سيما المعدات والآلات وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشدلي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر